طلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على مشاريع تطوير البنية التحتية المستقبلية في الإمارة وذلك خلال استقباله وفدا من دائرة البلدية والتخطيط في عجمان برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة واستمع سمو ولي عهد عجمان إلى شرح تفصيلي يتضمن المشاريع التي تضمن تحسين الحياة ورفعة الاقتصاد من ضمنها خطة تطويرية على مدار ثلاثة أعوام متواصلة تشمل تطوير الطرق الرئيسة والداخلية في عجمان وإنشاء جسور مشا وزيادة عدد محطات صرف مياه الأمطار في مدن عجمان ومصفوط والمنمة